موسيقى السلام عليكم و سنراحب بكم من جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير اليوم جيت نشارك معكم طريقة تحضير قمح إبلي بواحد طريقة اللي هي لديدة 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 بزف يعني كلاحظ بزفزي اللي بناس كيكون عندهم يعني إبلي في البيت ولكن ما تعرفوش كيفاش يحضروا بشي طريقة اللي كتجي هكذا اللي ديدة فان شاء الله نمتأكد بأن الطريقة دي غادي تعجبكم وتعجب كذلك الوليدات ديالكم يعني يقدرو كذلك يستحبوه معهم المدرسة او لا ترفقوا به يعني المشاوي او الاتباق الرئيسية اللي كتحضروها في البيت فالطريقة هي سهلة و بسيطة كما كتوفو انا حتجيت هنا واحد الكمية دي القمح إبلي انا هنا تقريبا عندي واحد زلافة كبيرة او لمشربة كبيرة فالكي ما كتوفو غادي نحتاجو كذلك واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة يعني ولا بدا ما تستعملو الزبدة ما تستغنوش علالك لانها غادي تعطيل طبق ديالنا واحد نكهة اكتر من رائعة عندك كذلك واحد شوية ديال الزعتر بالنسبة التوابل غادي نستعملو فقط الملح واليبسار وعندي هنايا الفلافل اولى فليفلاس يعني حمراء صفراء خضراء تبارك الله كيما كتوفو يعني لويناس زيالو مزفينين ومتناسقين وعننا كذلك واحد البصيلة مشلدة اللي انا وضعت هنا مباشرة في الطنجرة اذا اول حاجة غادي نشحروا البصلة والزبدة فوق النار يعني نار مهيلة باش ما تحرقناش البصلة وغادي نقطعوا الفلافل كيما كتوفو القطع الصغيرة بهذا الشكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن بعد ما تشحرنا البصلة فنزيدوا الفلافل ونزيدوا كذلك الكمية ديال ابلي كما تعرفوه فهو تكون ديجا طيب نصطيبة يعني سيكون همام بخرين يعني غادي ياخد لنا واحد الوقت قليل باش يطيبنا فكنشحروا هاد العناصر كاملة والاهم عنا في هاد المرحلة هو ان ابلي يتشرب لنا المضاق ديال الزبدة اللي انا وصراحة مني تيطيب تجي فيه واحد النقهة زوينة زوينة بزاف يعني ما ننقذوش هاد المرحلة ومن بعد فنضيفوا الكمية الكافية ديال الماء اللي غادي يطيب فيها ابلي كما كتوفو يعني غير جهد اللي يغطي لنا هكدا لوجه ديال ابلي باش ما ينكتروش يعني الماء فو كما كتوفو هكدا وهذا اللي يبالكم اسود فهو اللي بزار اللي يدفتو يعني انا اللي بزار كانت تحنو في البيس وما كان بغيش نخليه بودره وكذلك غادي نضيفوا واحد الورقة ديال الغار او لورقة سيدنا موسى اللي ما تستغنوش علىها لان الصراحة تتعطي لها الطبق واحد المضاق رائع ومميز ونخليوها الطيب الا استعملتوها في الكوكوت تخليوها تقريبا واحد خمسة ديال دقايق درتوها في تنزرها هكدا كما عملت لها انا فغادي تخليوها تقريبا ما بين ثمانية احتى العشرة ديال دقايق فالا كما كتوفو غادي تخليوها حتى تتشرب المرق مزيان يعني حتى كي نشوف بهذا الشكل هادا كما كتشوفو فالا وتقدرو ان يعني يرافق المشاوي كذلك الاطباق الرئيسية كذلك كوجبة عشاء يعني خفيفة نحضروها في الليل وانا كذلك سنحضرو سرحة الوليداتي يستحبوه معهم للمدرسة فتيعجبهم بزاف بزاف فكنت البنات هادية الوصفة ديال اليوم اللي كانت منها من كل قلبي انكم تجربوها فقدما هي بسيطة فهي لديدة لديدة بزاف وسهلة في التحضير ما كنتاخدش لنا بزاف ديال الوقت فما تبخلوش اللي بلي لايك ديالكم واشتراككم بالقناة اللي كيفرحني الي كنتوا اول مرة كنتشوفوها خليتليكم الهنا كنتمنى لكم السعادة والخير ان شاء الله في الحياة ديالكم وانطلقوا فيديو قادم باذن الله الي باي باي اشتركوا في القناة